فالحقيقة اللابلينج بتاع الميديكال ديفايس في غاية الأهمية لأنه ممكن يبلوء تأثير كبير جدا على كافية استعمال اليوزر ده للجهاز وده الحقيقة ممكن ان هو يعمل امباكت الحقيقة مش قليل على الاقل بيحاول ان هو يزود الانتويتفنس بتاعت الانتويتفنس يعني يخلي الطريقة اليوزر بيتعامل بها مع الجهاز تبقى بالنسبة له طبيعية ومتوقعة ويمينيمايز الريكوارد ترينيج يعني حتى لو كان اليوزر ده مش بروبريل تريند بيقدر برضو هو يستعمل الجهاز وبينشور اكيري البرفورمانس عشان يعني متأكد بالظبط انا باشتغل يعني بالجهاز بالطريقة المفروض يشتغل به والحقيقة يعني مفروض اللابل نفسه بقى لو كان بروبريل ديزايند بيدي اليوزر انستروكشنز ايديفكاشنز ماركنز سيمبلز كولرز and كمانز that they already know or can easily into it يعني المفروض لو انا بعمل اللابل مزبوط مفروض ان هو يدي معلومات لليوزر في شكل يعني ان انا باعلم على حاجة معينة او ان انا بمارك حاجة معينة علشان تبقى معروف ان دي بتاعت كذا او بدي رمز معين للحاجة دي او بدي لون معين للحاجة دي والحقيقة كل الحاجات دي بتبقى مفروض ان هي عشان يبقى اللابل ده متصمم صح المفروض ان يبقى لها علاقة بحاجة يبقى اليوزر عارفها علشان يقدر يربط الحاجتين ببعض ويقدر يشغل الجهاز بشكل مزبوط طبعا انا وب refused me اقع�ه بنا على جديد جهاز وبركثم وفاتكه zeugاته وعظم ان ا утعثوا معاول مزابق ولو انا اتتهم ان اقام بسكبنج وحث بهم بسكبنج غير القنوة وسأضع المزابق ولو انا وبفضله في إمكانت الحاجة ما يبقى ان يبدأ سديد من مزابق يجب ان يolenبه بشكل معين لتلبخد من بلذي لابعط وبفضله ويقوم بجانبار مزابق نجيد من المزابق طبعاwek افتكر من الكلام احنا كنا قلنا عليه في المانيجينج الريسكو في يوز ايرر ان الليبولينج ده يعني is the absolute last resort for protecting users from potential risks. يعني انا دلوقتي الليبلز دي يعني هدفها ان هي تحسن لي استعمال اليوزرز للاجهزة والتعامل مع الاجهزة عموما سواء كانت في نقل الاجهزة سواء كان في صيانة الاجهزة سواء في تغير الاجهزة سواء في اي حاجة لها علاقة بالاجهزة. يعني ناخد بالنا كويس قوي ان احنا برضو يعني لو كان عندنا مثلا يعني potential risk لازم نعمل يعني mitigation risk ده بطرق تانية غير الليبلز وخلي الليبلز هي اخر resort او اخر يعني وسيلة استعمالها علشان mitigated risks اللي ممكن تنشأ من وجود الجهاز في الامبارمت. في مجموعة من general considerations او مجموعة من القواعد الاساسية لازم ناخدها في الاتبارنا واحنا بنفكر في موضوع الليبلين يعني بداياتا كل اجزاء الميديكال ديفايز بتاعتنا نحنا نتكلم عليها لو ما هياش intuitively obvious يعني مش معروف بالزبط هي ايه على طول كده ما هيش سهلا راح يتعرف عليها او لها usable functions يعني ممكن استعمالها في حاجات اساسية من اللي بستعمل فيها الجهاز او يعني بتريكوير لازم اعرفها لازم ان انا اخليها labeled or marked لازم احط لها يعني احط لها يعني احط لها يا اما label يا اما marked بشكل ما يعني احط لها حاجة او يبقى هي شكلها نفسها بشكل معين او يبقى مثل لونها بشكل معين بحيث ان اليوزر ايه دا تعرف عليه الحاجة التانية الماركينجز دي لازم تبقى position علشان تبقى clearly associated with the correct equipment feature يعني ما ينفعش ان انا احط مثلا الابل بتاع حاجة معينة بعيدة عنها وما ينفعش مثلا ان انا احط الابل دا يبقى مثلا ممكن يبقى confused between حاجتين مثلا هو في النص بين حاجتين ما ينفعش الكلام دا ولازم برضو ان الابل دا ما يبقاش obscured by hand positions or equipment components ما ينفعش ان انا احط الابل ويبقى الابل دا وانا بشغل الجهاز ما يبقاش شايفه يعني انا مثلا لما يكون عندي نب وعايز ان انا شغله او عايز ان انا اديره باداية مفروض ان انا اديره لو هي على النب ومفروض لو في حاجة تحت النب دا ما يبقاش زهرة قوي فهيسا احط اللابل بتاع النب زي كده ديبقى فوق شوي بحيث ان انا وانا بشغل الابل دا يبقى اللابل بتاعه في ايه ومابقاش obscured باديها لو كان عندي مثلا الابل بتاع الالتراساوند الابل بتاع الكونكتور بتاعه كبير فلو انا برضو بحط مفروض احط اللابل بتاع الكونكتور دا بحيث ان هو يبقى متشاف والكونكتور موجود يعني الكونيكتور الكبير ده موجود ما بقاشي ابسكورد بالكونيكتور بتاع البروب دوت اللي هو يعني ممكن ان هو يغطي على جزء منه لو كان محطوط في مكان خطأ الحقيقة الابروبيت ماركين زي كان انهانس the identification of both individual elements هنكلم عن موضوع الكونيكتور ممكن نعمله ازاي بس انا نتكلم على ان انا مش بس عرف الزراردة بيعمل ايه لا انا عرف انه في مجموعة زرائر يبقى لها علاقة ببعض يعني في مجموعة من الكونيكتور ممكن يبقى لها علاقة ببعض ممكن من الابروبيت ماركينجز اللي انا بحطها ان انا اعرف ان المجموعة دي مع بعض بحيث ان اليوزر في استعماله للجهاز دوت يبقى يربط الحاجات دي ببعضه يعني يبقى الكونيكتور الكونيكتور ده في دماغه واضح ويضا ان هو يسهل عليه استعمال الجهاز طبعا الابلز يبقى الانجلز لما كنا بنتكلم في الجزء بتاع الهيومان فيجيو الهيومان فيجيوال كبابلتيز كنا بنتكلم على ان احنا في عندنا يعني ستاندرز معينة لفيوينج انجل راحنا ممكن نحنا يعني نمانتين علشان يبقى الحاجة واضحة كنا بنتكلم ان احنا الفيوينج انجل دي عشان تبقى مظبوطة كنا بنتكلم من 22 او من 20 ال22 منتسوف اارك بالنسبة لاي حاجة انا عايز بشكل مريح والمينم بيبقى 12 فباسيكلي انا دلوقتي لازم اكون عارف اليوزر بتاع الجهاز ده بيقعد على مسافة قد ايه وعارف ان هو هيبص الجهاز ده يبقى الكاركتر اللي انا شايفه او اللابل اللي انا حطه ده هيشوفه في فيوينج انجل قد ايه ومنتين فيوينج انجل اللي تسمح لي ان انا قدر اشوفه بشكل واضح الكلام ده في غاية الهمية عشان مش منطق ان انا حط اللابل يبقى صغير جدا ويبقى اليوزر اللي قاعد في المكان المناسب بتاع قدام الجهاز مايبقاش قادر ان هو يقرى اللابل ده بشكل سليم من الحاجات المهمة برضو اللي اخدها في اعتبارنا ان احنا هنخلي اللابل ده يبقى resistant to wear and tear ماينفعش ان انا يعني اللابل بتاعي دوت يعني بعد شوية يعني يمحى من مكانه ويبقاش ظاهر ماينفعش يبقى فيه عندي لابل مخطوط على كي معين والليبل ده بعد شوية يمحى لو انا تخيلت مسلا ان انا عندي كيبورد والكيبورد ده بعد شوية الزراير اللي موجود عليها اللابلنج بتاعي الزراير اللي هي الحروف اللي مكتوبة على الزراير ده اتمسحت هلها هقدر استعملها بشكل سليم اكيد يبقى عندي مشكلة ان انا استعمل كيبورد بتاع جهاز معرفوش بقى حتى مالوش نفس الستاندرد يعني دستوبيوشن او ستاندرد بتاع الكيبورد العادية اكيد هيبقى صعب لي كمان ان انا استعملوه لو الابلز اتمسحت من عليه او حصلها دامج بعد شوية من خلال مثلا عملات التنظيف مثلا او حاجات زي كده ممكن اللابل يكون اتمسح او حاجات زي كده طبعا الكلام ده مش مفوض يكون كده في اللابلز اللي في الماديكال ديفايس مهم جدا برضو نتحاشى الامبيجوز سيمبلز الكودز والترمينولوجي في الجزء بتاع الكودينج ده او في جزء بتاع اللابلينج يعني ما يفقاش حط سيمبل مثلا ما يبقاش حد عارفه انا معلفه لا يستحسن استعمل حاجات تبقى سيمبلز وفي سيمبلز هنتكلم عليه بعد شوية صغيرين فعلا بتتعرض الموضوع ده بحيث ان يبقى السيمبل اللي انا بحطه ده ما يبقاش فيه اي نوع من اوها الامبيجوز يعني لما بص عليه اعرف عطوط ده بتاع كذا ما يبقاش فيه اي حاجة فيه اشك نده بتاع الحاجة الفرانية يعني ما بقاش مثلا انا بص عليه يبقى عندي امبريشن هو بيبقى له علاقة بكذا واحد تاني بص عليه يبقى عنده امبريشن هو علاقة بحاجة تاني نفس الكلام بالنسبة للكودز او الترمينولوجي يعني ليشتحسن استعمل حاجات تبقى الناس كلها عارفاها ما فيش داعي ان انا احط حاجة تبقى مختصرة بحيث ان انا ممكن برضو الاختصار ده ما يبقاش واضح بالنسبة للناس مهم جدا برضو ان انا ادزاين فور ليجيبيليتي يعني بسك لازم ابص يعيان لجيبيليتي معنى انا مش قادر ابص اشوف بس وخلاص لازم ابص وباشوف وقارع كمان فقادر اقرع فنطة ان انا لازم اعمل كيرفور الاناليسيز الامبينت الالومينايشن ان تيبيكال يوز اموارمت لو فردا انا عندي دلوقتي جهاز بتاعي ده ممكن نشتغل في وقت في نور النهار الصبح مثلا وبالليل بيبقى في الارتيفشل اللومينايشن بتاع المستشفى لازم اتأكد ان الابلز بعت دي لجبل في الحالتين في كل الـ use environment عشان اتأكد ان هي فعلا هتبقى موجودة ومايبقاش فيها اي مشكلة بالنسبة الـ user ان هو يلاقيها في اي use environment مهم جدا برضو ان احنا نحط الابلز بعتنا يعني كمكان وكترمينولوجي وككود لازم تبقى كلها consistent يعني لو بتكلم مثلا على جهاز معين او نوع من الاجهزة معين يستحسن انا استعمل نفس الـ placement بتاع الـ codes او نفس الـ placement بتاع الـ labels ونفس الترمينولوجي ونفس الـ codes اللي انا بستعملها في باقية الاجهزة في نفس الـ E نفس الـ modality لو بتكلم عن الـ ultrasound imaging يبقى نفس الطريقة اللي بحط بها الـ codes او بحط بها الـ placement بتاع الـ labels تبقى موجودة في كل الـ ultrasound بحيث ان انا الـ user بتاع الـ technology دي او ال user بتاع الجهاز ده ما يلاقيش صعوبة ان هو يبص على الجهاز نفسه ويعرف على طول الـ الـ الاجزاء بتاعته من خلال الـ codes او خلال الاماكن ان هو متعاودي يلاقي فيها الـ labels اللي فيها الـ information بتاعت التشغيل مهم جدا برضو ان احنا الماركينجز انها بنجربها دي او الماركينجز انها بنحطها دي لازم تتجرب مع الـ typical users يعني ما يفعلش انها يبقى فيها عندي مهندس مثلا والمهندس ده هو بيفكر في الـ label ده هو شايف ان هو مناسب ويعتق ان هو مناسب وخلاص لازم ان انا بعد ما احطت الـ labels دي لازم اجيب typical population of users للجهاز اللي انا بعمله دوت واشوف اذا كان الـ labeling بتاعي ده واضح بالنسبة لهم زي ما هو واضح بالنسبة للـ designer ولا لا طبعا بتكلم على ان الـ users ممكن في حالة الاجهزة الطبية ممكن يكونوا clinicians ممكن يكونوا care givers يعني مثلا حاجة زي يعني اعضاء يعني هاي التمريد ممكن يكونوا مثلا مشرفين في مثلا بيوت بتاعت مسنين ناس يعني عمتا بتهتم بالـ ايه بالمرضى عموما او مثلا ممكن يبقى الاسرة بتاعت المريض نفسها اللي هم مكورين من ناس عاديين ما هماش الـ clinicians ولا شغالين اصلا في تمريد فيعني لازم برضو يقدروا ان هم يفهموا الـ labels معناها ايه او طبعا بالنسبة لهم مش شكلها يعني صعب ان هم يفهموا طبعا الـ patients برضو بعض الـ patients برضو بعض الـ patient نفسه اللي بشغل جهاز لنفسه زي مثلا اجهزة ايهات السكر اجهزة ايهات الضغط بعض الحاجات اللي هي الـ patient بقدروا استعملها لنفسه وطبعا الـ maintenance personnel بيبقوا طبعا بطبيعة الحال ان هم technical بيبقوا فاهمين اكتر من الناس تانية بس عمتا برضو لازم ان احنا ناخدهم في اعتبارنا عشان ما يبقاش برضو شكل حاجة بنسبة لهم فيها اي حاجة لها علاقة بالـ confusion او كده طبعا ممكن ان احنا نجرب في الـ population بتاعتنا دي different ages يبقى فيه سن مختلفة يعني ناس سنهم صغير شباب وناس سنهم كبير شوية الناس ممكن يكون عندهم disability لو انا بتكلم على الجهاز هيشتغل على حد ممكن يبقى عنده some kind of disability بازم اخد في اعتباري الـ disability دي عشان اتاكد ان هي مش بتعوق الفهم بتاع الماركينج دي او بتعوق الماركينج دي تبقى لها القيمة المفروض يعني يتوم بيها او اي حاجة تانية برضو ممكن تأثر على استعمال الجهاز او استعمال الماركينج الموجودة على الجهاز في فهم طريقة تشغيل الجهاز الموضل اللي احنا بنعمله للعملية بتاع فهم الـ label نفسه بتعتمد على خمس خطوات الخطوة الاولانية ان الـ user بيدتكت الـ label فعشان الـ label يبقى detected مظبوط عشان الـ label يبقى فعلا الخطوة دي تبقى بالنسبة له successful لازم يبقى في prominent location يعني في مكان واضح لازم يبقى highly visible ما يبقاش contrast بتاع الحروف بتاعته مع background مثلا ما تتشافش كويس لازم يبقى مختصر عشان ما يبقاش صعب بالنسبة للـ user ان هو يقراه الـ user نفسه عشان يدتكت الـ label عشان يبقى successful يعني لو جزء بتاعه يقوم بالوجب بتاعه بشكل مظبوط لازم يبقى alert alert يعني صح صح يعني يبص على الجهاز كده وهو ما هواش يعني يعني عنده مشكلة في الإدراك بشكل ما او مثلا سرحان او distracted او كده لازم يبقى alert عشان يقدر يبص على الـ label ده ويدتكت ان فيه label اصلاً الخطوة التانية هي ان احنا بنقرى الـ label الـ user بيقرى الـ label فعشان الـ label يعني يبقى successful في المرحلة دي لازم يبقى appropriate reading level يعني موجود قدام الـ user بشكل يسمح ان هو يقراه بشكل مظبوط لو كان فيه icon يبقى الـ icon ده understandable يبقى واضح بالنسبة للـ user يعني انا كلنا مثلا بنشوف الـ power icon مثلا موجود على الـ اي يعني power on بتاع اي جهاز بنلاقي ان فيه label محدد كده لو احنا بصينا على اللابتوب بتاعنا او بصينا على الكمبيوتر نلاقي فيه label محدد مثلا الـ power on فده جاي من نتيجة ان احنا كلنا عارفين ده label ده بتاع الـ power on فلو كان الـ label understandable زي الـ power on label ده او الـ symbol بتاع الـ power on ده يبقى معنى كده ان هو هيبقى successful يبقى كده الـ user هيعرف هو يعني الـ label ده مقصود بايه ده reading بتاع الـ label مش معناه ان انا اقراه مش لازم بقى فيه كلام لازم افهم هو عبارة عن ايه يعني reading دي معنى كده ان احنا بنكلم على ان احنا يعني يبقى الحاجة اللي قدارنا دي معارفين هي بتاعت ايه وبعد كده لو كان فيه font لازم يبقى الفونت دي تبقى readable زي ما كنا بنتكلم على distance اللي هي علاقة بالdistance والview angle والحاجات دي كلها تتاخد في الاعتبار الحاجات اللي احنا كلمنا عليها في chapter 5 او chapter 6 بعد كده بنسبة للـ user لازم عشان يقدر يقرى الـ label لازم يبقى يعني هاي reading skills لو هو ما افراف شقره طبعا ما بنتكلمش على حاجة منطقية يعني المفوض اللي بيستعمل الجهاز على الال لازم يكون بيعرف يقره فده المنموم requirement عشان يقدر اليوزر يقوم بعملية reading المرحلة اللي بعد كده هي comprehension ما هو يفهم بقى اوكي فعشان الـ label ده يعني يبقى successful في الجزء ده وعشان يبقى مضبوط للجزء ده لازم يبقى فيه understandable wording لو كان فيه كلام مكتوب يبقى كلام ده يمكن فهمه لو كلام مكتوب بشكل مش مفهوم يبقى طبعا صعبا ان الـ user هيفهم هو مقصود به ايه الـ user نفسه لازم ان هو يقدر يفهم اللغة اللي مكتوب بيها الـ label ده بيكلم مثلا ان هو لو بيكلم انجليزي مثلا يبقى معنى كده بيفهم انجليزي لو هو يعني الـ label ده مثلا مكتوب بالالماني يبقى الـ user يعرف الماني لو يعني وهكذا يعني لازم اللغة تبقى مفهومة بالنسبة له وفي نفس الوقت يبقى هو في الـ appropriate mental state يعني هو برضو يبقى ايه يعني زي ما كنا بيقول يبقى زي alert بالظبط بس يعني متكلم عن ان احنا في حالة تسمح لنا ان احنا نفهم اللي ايه نفهم الـ label ده عبارة عنيه طبعا بتكلم على الـ mental state دي لان انا ممكن مثلا لو في حالة من الـ stress مثلا ممكن ان يبقى فيه صعوبة ان انا comprehend حاجة او ان انا هاخد فيها وقت اطول او كده فيستحسن احنا برضو في الجزء ده وقت نبقى اخدين في اعتبارنا الحالات الـ extreme اللي يكون فيها مثلا الـ user بتاع الجهاز ده under a lot of stress او عنده مشكلة مثلا هو فيه مثلا موجود في مكان مثلا فيه خطورة على حياته او خطورة على الحياة المريض بتاعه فبرضو ممكن يبقى فيه مشكلة في الـ comprehension في الحالة دي المرحلتين التانيين بقى اللي هي decision و comply مع الـ label دوت يعني decision ده ان انا اقرر ان هعمل ايه و comply معناه ان انا يعني هتبع الكلام المكتوب على الـ label ده وانفزه يعني اتبع معنا ان انا يعني اخد الكلام مكتوب على الـ label ده وانفزه او ان انا اطيع يعني الكلام الموجود على الـ label ده عشان ا decide لازم ان الـ user ده يصدق ان فيه فعلا الـ label ده فعلا ده مهم وده يعني يعتبر حاجة زي انذار مثلا ليه او بينبهه الحاجة مهمة اوكي وبعد كده يبقى يفكر بقى او يبقى عنده perception او يعني فهم واضح لتمن الـ compliance لو انا عملت الحاجة دي ايه اللي هيتم؟ او ايه اللي هيحصل ولو ما عملتهاش يعني ايه المشكلة ايه المشكلة هيتم؟ فلازم يبقى عندي يعني علم بالايه لو انا يعني الـ label ده مشيت زي ما بيقول يعني ايه اللي هيحصل؟ ولو ما عملتش اللي بيقوله الـ label ده ايه الخطورة اللي هتنشأ من كده؟ منحلت compliance بقى او منحلت ان انا قطيع الـ label دوت لازم الـ user ده لو هو بيعمل حاجة مختلفة لازم يبقى capable of behavior change وباسيكلي لازم يريمبر to change behavior يعني بمعنى ان هو يقدر يغير لو هو مسلا بيشتغل بطريقة غلط يبص على الـ label دوت ويشتغل بطريقة صحة ولو هو يعني قرر ان هو يشتغل بالطريقة الصحة دي او هو يcomply مع الـ label دوت لازم يعني لو هو distracted مسلا بيعمل حاجات كتير لازم في الاخر يفتكر ان هو لازم يcomply مع الـ label دوت او مع الـ warning message اللي طلعت له طبعا احنا نتكلم على الـ label مش معناه ان ايه الحاجة الملزوقة على الجهاز او الحاجة المكتوبة على الجهاز احنا ممكن نتكلم على حاجة في الـ user interface حاجة من الـ messages يطلع للـ user في اسناء الـ operation فلازم ناخد الكلام ده في ايه في اطار اوصع شوية لان هو فعلا جزء دوت له فعلا يعني general application مش بس على الحاجات اللي هي الـ external اللي موجودة في شكل الجهاز الخارجي عماتا بقى لما بنتكلم على الـ labels for equipment identification لازم كل جهاز بيبقى عليه الـ label والـ label ده يبقى هو الـ label الاساسي بتاعه والـ minimum بتاع الـ label ده ان هو لازم يحط الـ name و الـ trade name of the manufacturer لو الـ manufacturer مثلا اسمه الشركة المصرية لكذا كذا كذا و الـ trade name بتاعها مثلا فرضا نصر مثلا اوكي يبقى ممكن اكتب ده او ده يعني اسم الشركة كاملا او اسم الـ trade name اللي هو اللي هو اللي هو العلاقة به يعني مثلا شركة Philips لا Philips ما اسمها شركة Philips او شوفنا الاسم الكاميرا بتاعها ما اسمها شركة Philips اوكي يعني برضو شركة يعني كل الشركات اللي احنا بنسمع عنها دي نلاقي لها اسم طويل كده وهي الـ trade name بتاعه هو اللي نعرفه بعد كده نكتب distinctive catalog or model number لازم يبقى مكتوب يعني مثلا مكتوب هنا دي اش اسم الشركة اهو guidance او ده اللي هو الـ trade name يعني بتاعها المودل نمبر واضح جدا قصادنا 3-120 اوكي ولازم نكتب electrical ratings بتاعها electrical ratings زي ما احنا شايفين كده مكتوبة عندنا مية الـ 220 لـ 60 وـ 220 لـ 240 وـ 50 وواضح ان برضو مكتوب فيها الـ ampere بتاعها في الحالتين دول كاما طبعا بقى في عندي كده switchable power supply يعني ما كده يا اما كده ما هيش universal فلازم باخد باري من حاجة زي كده دي مهمة جدا طبعا انا دي اول حاجة لازم اشوفها قبل ما اشغل الجهاز ما افعش ان انا اي اشغل الجهاز طبعا قبل ما ابص اشوف الـ rating بتاعه عاملة ازاي علشان ما يحصلش مشكلة طبعا بتكلم على الـ position بتاع non functional markings زي اللوجو مثلا بتاع الجهاز نفسه او كده لازم ما تعملش distraction لـ user علشان يعني ما اعملش compromise لـ clear presentation of other information لو انا مثلا عندي guidance ده مثلا يعني guidance مكتوبة بالشكل بتاع اللوجو بتاع الشركة دي نفسه موجودة بشكل بعيد شوية عن بعيد الـ information تاني بحيث ما بتعملهاش اي 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 يعني اي obstruction او يعني اقدر بسهولة ان انا بص على بعيد الحاجات تانية دي ما يبقاش عندي مشكلة ان انا بص على الـ information كلها كاملة طبعا ممكن بعض الـ يعني في بعض الـ أماكن ممكن يبقى فيه معلومات اكتر شوية من فقط هارم weather jump يعني بنكلم مثلا على العشان c-e mark مثلا لازم يبقى في عندي انوان الشركة كامل و لازم يبقى في عندي الـ website و لازم يبقى في عندي معلومات اكتر عن الشركة شوية و طبعا لو كان في عندي شوية warning طبعا بحطهم كمان في in-up name اللي هو اللي هو بتاع الجهاز اللي هو ال label Rئيسي بتاع الجهاز دهوت اي جهاز يجب ان يكون فيه الابل ده مفيش اي جهاز ينفع يبقى ماشي من غير الابل بالشكل ذاكت لان فيه الابل ثانية ممكن تبقى موجودة وممكن ما تبقاش موجودة انما الابل الاساسي بتاع الجهاز اللي هو فيه المعلومات الاساسية اللي انا بقول عليها دي دي لازم يكون موجود في كل الاجهزة ممكن ينضف للابل الاساسي دوت هازرد لابلز يعني ايه؟ يعني لو جهاز ده فيه اي خطورة من اي نوع لازم يبقى موجود الابل اللي بيقول لي ان هو ده ممكن يسبب كذا 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 عمتا هازرد عموما نقدر نعرفها زي ما كنا قلنا قبل كده ان هي death or irreversible injury reversible injury minor injury or discomfort بتكلم عن الكلام ده طبعا يعني سواء كان للباشنط او لليوزر او لاي حد في الانفارمت الموجود فيها الجهاز دوت وعمتا لازم ان احنا نستعمل الابل الابل دي to alert personnel to possible hazards that could be encountered during the use handling storage or repair of the device يعني مش بس ان انا في اسناء استعماله لا ده انا وانا بهاندل الجهاز ده انا بحركه من مكان لمكان لو انا فرضا يعني بركبه لو انا فرضا يعني لو هو موبايل مثلا وانا بحركه يعني وشغله هو بيتحرك او انا بستور الجهاز ده في مكان يعني لو هو استورد في مكان هل ممكن يعمل خطر هل لو انا بصلح الجهاز ده برضو هل ممكن يبقى فيه اخطار ممكن يتسبب لها الجهاز ده او يسبب فيها الجهاز ده للشخص اللي بيعمل ال repair بتاع ال device فهنشوف مثلا ده مثال ال label بالمنظر ده هنلاقي مثلا احنا عندنا هنا مكتوب مثلا danger explosion hazard do not use in the presence of flammable anesthetics ده مهمة جدا يعني مفروض ان انا مستعملش الجهاز ده فيه وجود يعني بعض المواد بتاع التخدير او بعض الابخرة بتاع التخدير اللي هي ممكن تكون flammable اوكي لو انا بتكلم مثلا على هنا risk of explosion if you use in the presence of flammable anesthetics نفس الكلام مكتوب هنا تاني بتكلم برضو الجهاز ده فيه caution برضو federal law restrict this device to sale by or on the order of a physician يعني مفروحش ان انا الجهاز ده يعني حد يشتريه او يبيعه غير الفيزيشن يعني لازم يبقى order طبيب اوكي دي بعض الانواع اللي هي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ان هي ممكن تورينا ان اذا كان فيه hazard من نوع معين الجهاز ده ممكن يتبقى فيه بيبقى مكتوب بوضوح الهازر ده ايه علشان اخد بالي ان انا معرضش الجهاز ده للوضع اللي ممكن ينشأ فيه الهازر ده او الهازر ده يتسبب فين هو يعمل ال injuries اللي بتكلم عليها بتكلم برضو على الجزء بتاع ال electric receptacles و connector labels طبعا بتكلم علي ال receptacles وال connectors should be marked with their power ratings يعني بتكلم علي ان انا لو انا مثلا بحط عندي switch هنا كده مثلا لازم نحط ال power rating بتاعته عاملة ازاي يعني نحط power add a يعني الكهروه اللي هي الداخلة تبقى ال range بتاعها قد ايه وبتكلم علي ال intended function or reconnecting cables يعني معنى ان هي نتكلم علي هي بتعمل ايه بالظبط والconnecting cables بتاعها برا عن ايه او شكله عامل ازاي طبعا لو بتكلم علي convenience لو فيه عندي حاجة زي كده بنسميها convenience receptacle ده موجود عندنا طبعا في الكمبيوترات اللي هي desktop ده هدفها ان انا ما يبقاش عندي لكل device كهرباء لوحديها يعني ممكن ان انا مثلا يبقى عندي يعني فيشة واحدة بس من الكمبيوتر الرايحة للكهرباء واخد من الكمبيوتر نفسه من ال convenience receptacle دي اخد directly monitor مثلا بحيس انها تسهل عليها شوية ما بقاش في عندي اسلاك كتيره في المكان فدي برضو لازم تبقى مكتوبة برضو labeled برضو بال maximum rating ساعتها تبقى كامل اوكي لو بتكلم برضو على ان في عندي حاجة زي كده بيبقى حاجة اسمها power entry module بيبقى فيها fuse و circuit breaker بمكتوب عليها بوضوح هنا لو احنا عرينا كده fuse slow blow 1 ampere 100-120 voltage AC or 1 half ampere 220-240 voltage AC يعني بتكلم لو انا الفيوز دوت هحطه عشان يعني انا مشغل الكهراء بتاعتي مية وعشرة يعني مية وعشرة فولت اوكي بحطة fuse 1 ampere لو مشغل الكهراء بتاعتي 220 بحطة fuse بتاعي 0.5 ampere ويبقى عندي بوضوح هنا اللابل ده موجود تحت الفيوز على طول بحيس ان انا لو انا عايز اغير الفيوز مش ابقى confused ابدا الفيوز ده مفود يكون كام اللابل ده واضح هو permanent مش هيتشال فيعني ممكن بسهولة جدا ان انا اقدر اغير الفيوز ده من غير ما يكون في اي مشكلة طبعا بتكلم جزء بتاع الpermanence ان الحاجة دي بتبقى permanent ما بتتشالش اللابل دوت وفي الوقت نفسه لازم تبقى legible in the ambient illumination anticipated لو انا مثلا عايز اغير الفيوز ده متوقع ان الاضاءة بتاعتي تبقى لها يعني معينة يبقى لازم الحاجة دي لقدر اغيرها بشكل واضح طبعا هي واضحة بالنسبة لنا هين زي ما احنا شايفين ويعني زي ما بقول كده بتبقى موضاحة ان انا لو عايز اغير الفيوز ده مش اشك بقى ان هو ممكن يبقى كذا او كذا او هاضطر اغيره ممكن يكون حد قبلية حطه غلط فيبقى معنا كده افضل بقى استعمل الفيوز الغلط ده ويعني وكرر بقى ان انا اضطر ان انا كل شوية حط واحد تاني نتيجة ان هو مش محطوط بالريتنج المزبوط او اضطر بقى دور على السوربس مانيوال فين وحاجات زي كده لا ده على طول ممكن هو يساهل علي مجرد وجود اللابل ده ان انا اعرف على طول انا محتاج اركب فيوز الريتنج سي عامل ازاي طبعا لما بتكلم على اللابلز على كنترولز وعلى كيبورز وعلى كيبادز دي مهمة جدا عشان تفاسيليتات ايدنتفاين لوكياتين ان فانكشنالي جروبين يوزر ديسبلاي ان كنترول كنبوننز يعني مثلا احنا هنا زي ما احنا شايفين هنا ده كيبورد كويس ده فيه ارقام انا حطيتهم في جروب يعني اللابل يعني مجرد حطيتهم كده مع بعض في مستطيل كده ولونه مختلف يبقى انا كده اعملت جروبين لدول بشكل واضح جدا لما بشوفهم كده عطلت مع هرقائبة جد Eduardo باربудь كلهم با با بстранهم حجية واحدة طبعا لازم ان برضو الحاجات ايما كنا بتقول لازم تبقى Human desygots والحقيقة لازم نتكلم برضو على يعني ان برضو لازم بتاع Silicon plano بردو مهم جدا علشان pequeno فنقشنض بشوف الميكانيكال كنترولز continue tem 창ats عشان نقرأ الميكانيكال ديسبلاي واحد مش نوع مثلا происходит ناب ده ده بيتحرك بميكانيكالين فمفروض ان انا محرك الناب ده يبقى في عندي تدريك هده مرسومة قدامي بحيث ان انا بقى شايف اول الاسكيل بتاعي واخر الاسكيل بتاعي والستبس الموجودة بشكل واضح وكنفس الكلام بالنسبة لو عندي ميكانيكال ديسبليي بقى نفس الكلام برضه بالنسبة لي واضح يبقى عندي برضه الكتابة اللي عليك تبقى واضح بحيث ان انا ادراها بشكل بسيط او شكل سهل لو اكلم عالى إبرة مثلا ويتتحرك مثلا يعني ممكن ان انا برضه لازم يبقى عندي مستخدمة واضحة بحيث ان انا اقدرها بشكل مزبوط طبعا الـ positioning بتاع اللابلز وان انا اضطنعوا لو كانوا ماونتد مثلا لازم بيكون ماونتد بشكل مزبوط بهيث ان هما يبقوا Near Above Label Elements يعني بمعنى ان هي فوق الـ element اللي انا بكلم عليه او فوق الـ control اللي انا بكلم عليه قريب قوي منه يعني فوق بس قريب يعني ما يبقاش فيه مسافة كبيرة بينهم من بعض عشان اقضوا ربوا الداب ده على طول لو انا ده عليته شوية لو الكلمة بتاعة primary دي عليت شوية بقت هنا مثلا بقى دلوقتي بقت بين ده وبين ده ما بقيتش عارف دلوقتي انا واحدة فيهم بتبقى ايه لا علاقة بالموضوع ده يعني ما بقاش عارف اللابل ده هو بتاع اللي تحت ولا اللي فوق يعني كان برضو على طبعا التفاني بلكان لازم position for visibility or readability يعني ما سهل جدا ان انا اقراهم وبتكلم على typical viewing angles عشان بقى برضو متوقع مثلا اليوزر بتاعي هيبقى مسافة معينة والمسافة المعينة دي given الحجم بتاع الحاجة اللي انا هقراها اقدر احدد ال viewing angles بتاعي بتساوي كان بالزبط لازم امانتين viewing angles minimum 12 وممكن اعلى بقى لغاية مساعة 22 او حتى 24 عشان يبقى ايه عشان يبقى الحاجة بتاعتي تبقى واضحة بس طبعا انا اعرف ان انا below 12 minutes of arc بيبقى عندي صعوبة جديدة ان انا اقدر اشوف الحاجة دي بشكل واضح واقدر اقراها بشكل سليم طبعا لازم برضو اللابل بتاعتي دي تبقى separated by sufficient spaces يعني ماينفعش مثلا ان انا يبقى عندي الحاجات كلها لازق بعض خالص كده بحيس مايبقاش قادر اقرا الحاجات دي عبارة عن ايه اوكي يعني مسلا هنا start to stop واضح نفيه start to stop يعني ده بده زرار ده توجل مسلا يعني زرار مرة ادوس عليه بقى start ومرة ادوس عليه بقى stop نفس الكلام on off المسافة اللي بينهم خلياني اقرا اقرا المسافتين او اقرا كلمتين من غير مايبقى عندي ايه مشكلة فالsufficient spaces طبعا مهمة جدا عشان اقدر اقرا اللابل ده بشكل سليم نفس الكلام بالنسبة للابل orientation الحقيقة كل الناس بتقول ان لازم اللابل ده يبقى orientated horizontally يعني لازم انا ببص على اللابل ده لازم اللابل ده يبقى الكتابة مكتوبة بشكل horizontal مش بشكل vertical بحيس ان انا يبقى اسهالي ان انا اقراها vertical reading actually لو عندي كتابة مكتوبة بشارية vertical بيتبقى فونتها الصوبة عشان اقراها الحقيقة وطبعا لو بتكلم ان انا طبعا اليوزر بتاع الاجهزة الطبيعية ممكن يكون under stress طبعا بيبقى اصعب واصعب بالنسبة لان هو يقرأ حاجة زي كده فخلينا نتفق ان احنا maintain the labels كلها تبقى horizontal ما تبقاش vertical برضو الجزء بتاع الindications of function relationships يعني مثلا ما بكلم على ان في حاجات مربوطة ببعض يعني مثلا في جهاز عندي مربوط فيه ال volume بتاعي بالpressure انا وانس ان انا بسطلت الانترفيس ده انا عرفت ان ده لقب ده بشكل ما لان الواضح ان الاثنين دولهم مختلف عن باية الحاجات التانية فقدر اعطول مباشرة كده مجرد بس ناظرها سريعا ابعارف ان في علاقة ما او function relationship between the two functions دول بشكل معين طبعا ممكن اعملها بشكل مثلا زي ما كنت بقول ممكن اعملها بشكل مختلفة زي color coding زي demarcation زي background shading زي mimics ممكن نسألنا حاجات كثيرة بحيث ان احنا يخلي اليوزر ياخد باله من الحاجات تبقى ايه لا علاقة ببعض يعني ممكن مثلا نخلي دي فيها led مثلا بتنور وطلت في نفس ال rate فيبقى واخد بالي ان هما الاثنين دول مربوطين ببعض او مثلا mimics دي معناها ان انا احط حاجة شبه الحاجة اللي موجودة في الدنيا لو انا مثلا بكلم على فرضا باخد باخد اريات مثلا من بني ادم ممكن ارسم شكل بني ادم دوت ويبقى عندي عليه لاتز مثلا والاتز دي تبقى بتتمرك مثلا حاجات معينة انا بقسها يعني مكان السجن انا بقيسه على البني ادم ده فين فدي بتبقى برعا حاجة بتمثلي الحاجة اللي انا بقيسها تبقى قريبة من الشكل الفيزيكا اللي موجود بتاع الحاجة اللي انا بقيس منها وبتسهل علي على طول ان انا اتعرف على الحاجة اللي انا عايز اعملها من خلال user interface ده على طول طبعا الـ function relationship دي الحقيقة دي بتبقى redundant عادة يعني لو كان ضروري ان هي ت ensure reliability يعني بمعنى نحنا بنتكلم ان هي يعني باسيكلي ما هياش حاجة اساسية طبعا بس الحقيقة بتكلم على ان احنا يعني يعني كل ما حطناها كل ما كانت موجودة كل ما كان الـ function relationships دي واضحة على الـ user interface بتاعي كل ما بقى الدنيا بالنسبة لي اسهل فطبعا بتحسلي الـ performance بتاع ايه الـ user device interface برضو من الحاجات الاساسية جدا اللي لازم نبقى اخدين بالنا منها اللي هي الـ permanence والـ durability بتاع الـ labels طبعا مفروض الـ labels دي او الـ markings دي كلها تكون permanent وبردو تريمين eligible throughout the intended life of the equipment يعني ما ينفعش ان انا ابقى عندي الـ device بتاعت دي في وسط بعد سنتين ولا حاجة وهي متوقعة انها تعيش عشر سنين الاقي ان الـ markings الموجودة على الجهاز ده ما بقيتش واضحة الكلام ده ما ينفعش او كان فيه label مثلا موجود والـ label ده دلوقتي بقى فيه حاجات اتمسحت ويعني فيه حروف موجودة وحروف مش موجودة فمعنى كده لما اجي اقراه ما اقدرش اقراه فلازم ننا اميكشور ان الـ label بتاعي ده هيبقى permanent للفترة اللي انا متوقع ان الجهاز بتاعي ده يعيش فيها ولازم ننا اميكشور ان انا يعني يعني في الـ conditions بتاعت الـ maintenance وبتاعت الـ operation العادية ما يحصلش حاجة تخليه للـ label ده يبقى ما هواش بالـ permanence بتاعه او ما يبقاش legible او ما يبقاش موجود اصلا اوكي فطبعا ما اتكلم على الـ durability طبعا بتبقى special concern لو كنا بنتكلم على حاجة زي keypads او push buttons لان طبعا احنا باسيكلي احنا لو حد فينا بيوسع الكيبورد بعد شوية بلاقي ان فعلا ممكن الحروف اللي فيها فاهم بتبقى تتمسها فدي طبعا حاجة مهمة جدا ناخد ناخدها في اعتبارنا في الجزء بتاع الـ keypads اللي هي فيها بتاع زرارة بتدس كتير لازم ناخد فاعتبارنا انها لازم تعمل بشكل يبقى فعلا يعني يسمح انها تعيش الفترة بتاع الـ lifetime بتاع الجهاز من غير ما يحصلها اي ديكاي طبعا فيه نوع من انواع الـ labeling اللي بنسميه etched molding ان انا باجي مسلا على الملد نفسها بتاع الجهاز نفسها بتاع الجهاز نفسها بتاع الجهاز نفسه واعمل فيها ال label تبقى موجودة فيه بشكل محفور جواها فدي طبعا بتبقى very reliable لان عمرها ما يحصل لها اي ديكاي خالص يعني دي من نوع نوعية الحاجات اللي عمرها ما هيحصل لها اي deterioration during lifetime بتاع الجهاز طبعا ممكن نحن نحاول نعملها يعني طبعا عيب انها بتبقى الى حد ما بتبقى يعني مور expensive لانه يعني لو في بعض الاجهزة مثلا بتبقى يعني لازم يتعمل لها مولد خاصة ولو عايزين نضيف مثلا label جديد بلطار نعمل مولد جديدة ودي مش حاجة لطيفة قوي طبعا مقدرش نستعمل حاجة زي كده مثلا في keypad مش مش بالسهولة دي نحن نقدر نعمل حاجة زي كده مش هتبقى واضحة برضو قوي فلاها استعمالات ممكن تبقى فيها مفيدة بس مش بتغطي طبعا كل اللي ممكن نشوفها في الاجهزة الطبية طبعا في عندنا برضو حاجات مهمة برضو لعلاقة بالconsistency يعني ما ينفعش ان انا جهاز بتاعي استعمل فيه symbol ما هيش متعارف عليه لازم ابقى consistent يعني في range of equipment كلها اللي هي من device معينة لازم يبقى كل حاجة consistent مع بعض سواء كانت ال wording او symbology او coding او كل ال other aspects of labeling اللي احنا بنتعامل فيها مع السلسل يعني مثلا احنا كلنا كنا بنكلم على الجزء بتاع ال power button كلنا اي حد فينا يشوف ال button ده احنا عارفين على طول ان هو ال power button ما عندناش اي شك في كده شفناها الف مرة فخلاص بقينا عارفين كلنا الكلام ده مش محتاجين ان احنا نغير في ده لو احنا جينا في جهاز مثلا هنا ال power button ده مرسوم عليه رمز غير ده اكيد هيبقى very confusing بالنسبة لنا فلازم بقى consistent معناها ان انا دلوقت لما اجي اصمم جهاز وعايز احط ال label على ال power button بتاعي لازم احطه بالشكل اللي انا شايفه هنا دوت ما اعملش حاجة مختلفة لو بتكلم مثلا على بعض السيمبول زي احنا بنشوفها في الكمبيوتر مثلا احنا احنا اكيد كلنا السيمبول ده بنسبة لنا على طول بيعني monitor السيمبول ده بيعني printer السيمبول ده بيعني USB connector ففي عندنا بعض الحاجات كده زي ما احنا يعني اتعودنا عليها في الكمبيوتر بقت خلاص بقت بالنسبة لنا حاجات يعني متعارف عليها مفيش اي حد بيختلف فيها فمعنى كده لو احنا زي ما بقول حد يجي غير ال labels دي حط labels تانية لنفس الحاجات دي سواء ان كانت ال labels دي شكلها حتى يعني اجمل من دي شوية ما هياش بنفس الشكل البسيط ده ممكن يبقى شكل معقد اكتر شوية وشكل اجمل شوية وفيه علوان وعنية زي كده مش هتبقى مقبولة لازم نستعمل ال label اللي احنا اتفقنا عليه او ال industry نفسها اللي هي في اريا معينة اتفقت عليه عشان يبقى consistent مع ايه مع ال previous generations عشان اليوزر ما يبقاش confused بال label بتاعهم طبعا ال label content نفسه لازم يبقى clear لازم يبقى consistent ولازم يبقى brief يعني ما يبقاش فيه يعني يبقى مختصر ما يبقاش فيه يعني يطالب حيث ان اليوزر وهو في مرحلة انه هو stressed مثلا في critical situation يقدر اقراب سرعة ويقدر ياخد المعلومة منه بشكل سريع ده الحقيقة مثال لبعض ال standard اللي هي يعني ممكن فعلا نبص عليها ونشوف ال label الموجودة اللي هي standardize في العالم كله في كل الاجهزة احنا بصينا على standard هنلاقي مثلا بعض الرموز اللي احنا شايفينا قصادنا كده ممكن على طول مثلا ال label ده مثلا هنا يعني ممكن يمكلم على ان في مثلا possibility of hazard مثلا electrical shock hazard مثلا يعني في بعض الحاجات ان احنا ممكن نتكلم عليها في السيمبول دي مثلا ده general warning sign مثلا دي الحاجات بتاعت radioactivity hazard موجودة هنا magnetic field hazard كل واحدة من الحاجات دي الحقيقة لها very specific meaning والناس اللي بيشتغلوا في ال area دي كل واحد بيشتغل في area لها علاقة بالsymbols دي بيبقى most likely بيقى عارفها كويس قوي يعني مثلا لما انا اجي احط حاجة يعني فويها السيمبول ده انا عارف ان دي معناها يعني لا لكزا او يعني ده مش مش مسموح به كل الحاجات دي بقت خلاص معروفة عندنا فلازم احنا نتابع ال standards الاساسية اللي موجودة عندنا عشان نبقى consistent مع ال industry في العالم كله ونبقى consistent حتى مع ال users اللي عندنا اللي موجودين في بلادنا اللي هم تعودوا من الاجهزة اللي جاية من برا على نفس السيمبولوجي اللي موجود هنا الجباليت طبعا زي ما قلنا فيها الموضوع يعني نحط الوان عاملة ازاي يعني نحط لون ايه على ايه كلمنا عليها في جزء بتاع الفيجن الليترينج نفسه نوع الليترينج نفسه الفونت نفسه شكله عامل ازاي كاركتر هايد زي ما كنا نتكلم قبل كده على ناخد الصائد بتاعه كام علشان نمتين مناسبة بالنسبة ل يعني حسب الجهاز نفسه يوزر بتاعه بيقعد على مسافة قد ايه وطبعا بناساس الكلام ده يعني بنبص عليه او بنقيمه في الورث كيس فيوين كونديشن يعني بمعنى انها بنبص على الماكسوم منتيند فيوينج ديستانس ان انجل وورث كيس لايتنج يعني انا الوقتي هبص على الحاجة دي بشكل سريع يعني اقضي وقت سريع جدا هبص على الحاجة دي والضوء ما يكونش كافي يعني وورث كيس لايتنج يعني يكون اقل ضوء ممكن هو يكون موجود في المكان اللي بتحط فيه الجهاز دوت واكون قاعد على مسافة كبيرة بحيس الفيونج انجل بتاعتي تبقى ايه تبقى اقل ما يمكن عشان اتاكد ان انا فعلا يعني لو انا صممت الجهاز بتاع نواية الكونديشنز دي يبقى اكيد في الكونديشنز التانية هيبقى احسن من جدا برضو نفس الكلام الجزء بتاع الكودينج زي ما كنا بنتكلم على الاستعمال بتاع الشيبز والكولرز والسيمبلز زي ما شفنا في الستاندار اللي كنا بتكلم عليه من شوية لازم يبقى فعلا متعارف عليه علشان يبقى يعني اليوزر ده بتاعي ده ياسوشييت الحاجة دي معا معنى الحقيقية بتاعها ومعنى الصحيح بتاعها لو انا كنت بستعمل كود مختلف او غيرت الكود اللي الناس متعارفة عليه وحطيت كود بتاعي انا دايما بخلي فيه مشكلة اليوزر ان هو يعني يربط الحاجة دي بالحاجة الصحيحة اللي هو كان ممكن يوصل لها بسهولة لو انا كنت حطيت ستاندارد سيمبل فالكودينج المزبوط ده بفاسيليتات كويك and accurate identification of controls displays, connectors, ports and other features باردو نفس الكلام لو احنا بنعمل application of color to mimics and flow lines نفس الكلام بالضبط يعني طبعا لما نحط different colors with sufficient contrast الحقيقة بنخلي الحاجات اللي احنا بنبص عليها الحقيقة تبقى واضحة بالنسبانا وبنربط الحاجات ببعض اسرع لما تكون بنفس اللون او تكون بلون مختلف عن الحاجات اللي حواليها طبعا بتكلم مثلا على مثال لطيف جدا لحاجة زي كده ان انا لو مثلا عندي bloodline موجود ماشي في direction معين في جهاز مثلا لما اجي ارسم flow بتاع مفوط يمشي ازاي على المكنة او انا عندي مثلا اماكن لتثبيت ال bloodline على المكنة لو رسمتها بلون احمر الكلام ده بيبقى بالنسبالي واضح جدا ان انا اللون بتاع الدم بيقى لونه احمر فلما برسم حاجة لونه احمر على الجهاز بربطة على طول اللون الاحمر على الجهاز ده بالدم فبقدر ابقى اعرف على طول ان ده مكان بتاع ال bloodline المفروض يتحط فيه فده مثال للحاجات اللي احنا بنطبق فيها ال color علشان او يعني نحط فيها الوان علشان نحسن understanding بتاع ال operation بتاع الجهاز بنسهل بال labeling اللي هو معمول ب color دوت ان احنا نقدر يعني يبقى بالنسبالنا العملية بتاع تشغيل الجهاز بتبقى intuitive اكتر شوية احد الحاجات برضه اللي احنا بنعمل فيها labeling هي packaging يعني جزء بتاع ال packaging لما احنا بنحط الجهاز بتاعنا في العلبة بتاعته علشان يتشحنه مثلا لمكان تاني ال label احنا بنحطه على package ده في غاية الاهمية علشان يضمن وصول الجهاز ده بشكل سليم للمكان اللي هو رايح له فمفروض يبقى الحاجات الاسئية نحطه على label دوت لازم نحط product و model names و name of the business address of the manufacturer وبنكلم على packer مين اللي فعلا يعني عبق الجهاز ده في packaging بتاعه و distributor بتاعه لو انا بتكلم مثلا انا جهاز مشحون مثلا لمكان بعيد و المسؤول عن الجهاز هي بdistributor ولازم نحط طبعا shipping and storage requirements علشان ما يبقاش في عندنا اي مشكلة في التعامل مع packaging نفسها يعني مثلا هنا label ده معناه ان هو ما يتعرضش مثلا لمية هنا ده معناه ان هو breakable ممكن مثلا نحط ده معناه ان احنا بنتكلم على ان هو لازم يتحط upright بالشكل ده كده label دوت معناه ان احنا عندنا في maximum درجة حرارة و في minimum ما يتعرضش درجة حرارة اكتر من كده يعني فيه حاجات عندنا فيه برضو مجموعة من standard symbols بالشكل ده كده بالنسبة لل packaging بتاع الاجهزة دي standard برضو مجوعة في نفس ال standard اللي انا كنت بتكلم عليه من شوية والحقيقة فيه بعض الحاجات اللي ممكن تكون اضافية زي مثلا سنة الانتاج بتاعتي ممكن تبقى الشهر والسنة بتاع الانتاج مفوض الكتبه هنا طبعا ممكن يبقى الجزء بتاع ال temperature ده لو جهاز بتاعي له upper temperature ما يدرشه يعني ما يقلش عن درجة حرارة معينة او ما يقلش عن درجة حرارة معينة يعني او بيبقى عنده range كده من درجات الحرارة لازم يبقى موجود فيهم برضو ممكن انا اتعرف عليهم ففيه انواع كتيرة من labels برضو لازم احطها على على package عشان برضو قبل ما جهاز يوصل خالص للمكان بتاعه يوصل يعني بشكل سليم يبقى التعامل مع package بتاع الجهاز الطبي يبقى تعامل سليم علشان نقدر نوصله ما يبقاش فيه اي نوع من انواع damage طبعا فيه تفاصيل كتيرة في موضوع marking او موضوع labeling بتاع الاجهزة الطبية بنصح الناس كلان تقرأ chapter 10 من recommend reference الحقيقة الجزء ده في غاية الاهمية بيطبع على حاجات كتيرة واي حد بيتعامل مع اجهزة طبية يعرف ان الكلام ده فعلا مهم قوي ده حتى لو احنا مش بنكلم على حد بيصلنا على اجهزة طبية برضو بنكلم على حد بيستقبل اجهزة طبية او بيتعامل مع اجهزة طبية لان هو يعني زي ما كنا بنتكلم labeling ده بيبقى يعني اهميته مش بس علشان المستعمل او عشان الpatient ده عشان كل الناس اللي بتتعامل مع الاجهزة طبية including المهندسين بتو الاجهزة طبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر